اهلا بكم في اغنية للفنان الكبير الموسيقار محمد عبدالوهاب اسمعها حرية اراضينا انا عايزك تبقى تسمعها كده عشان تعرف انه دا دايدا العسكر من 3 من 52 تحديدها من 54 انا لاني صوتي وحش معرفش اغنية لكن هي بتقول حرية بتبدأ بالمجموعة بتقول حرية اراضينا فوق كل الحريات وحضرنا ومضينا في كتاب المجد ايات قول يا زمن وش جينا قول يا زمن وش جينا وترنم بالحكايات ايامنا بطولات لايلينا تضحيات كل الدنيا علينا واحنا في كتاب المجد ايات حاجة زي كده هيقول مجموعة بتبدأ تقول حرية اراضينا فوق كل الحريات وحضرنا ومضينا في كتاب المجد ايات قول يا زمن وش جينا قول يا تاريخ وش جينا وترنم بالحكايات كل الدنيا علينا ماحنا والمجد اخوات كده ايامنا بطولات لايلينا تضحيات كده كل الدنيا علينا ماحنا والمجد اخوات شوف كل الدنيا علينا احنا هي كلمات صالح جودة تقريبا بس طبع اللحنة محمد عبدالبقاء بقى ما تقول تسمع الاغنية كل الدنيا علينا واحنا والمجد اخوات ما شو الله علينا يعني عند تعتقر دي أغنية قديمة وخلصت لا لا دي عيشة عيشة وحياتك عيشة تخيل أنه خناءة حصلت بين الإعلام المصري وبين قناة البي بي سي الإنجليزي وفجأة تتحول قناة البي بي سي ذات التاريخ على فكرة سيبك من الإزاعات الشعبية في تاريخ الإزاعات في مصر الإزاعات بدأت شعبية يعني كل واحد عنده شقة كده وعنده جهاز يعمل إزاعة وواحد يطلع يجتم واحد والتاني يتقول لهم محمد يعني شيرضحوا البعض لحد ما جت في التلاتينات البي بي سي الإنجليزي وأسست بقى مع مجموعة العبقرة المصريين دار الإزاع المصري وساعتها هتلغت كل الإزاعات العبيدة دي الإزاعة البريطانية قديمة جدا واشتغل فيها كتاب ومفكرين وناس تاريخي عنه إحنا بقى دخلنا مع البي بي سي في خناءة لتخيل إن صد البلد بتاعت أحمد موسى بتاعت أحمد موسى التي ليس لها علاقة لا بالإعلام ولا بأي حاجة دخلها في خناءة بتتهم البي بي سي بإنها بتجذب في مثل مصر يقول لك مش عارف مين تلهيك واللي فيها تجيبه فيك إيه بقى قصة الخناءة دي؟ القصة الخناءة بسيطة جدا الموضوع بدأ أو بيبدأ بمهزلة لما تكون البلد واقعة والحالة ضنك والمصانع بتقفل ويطلع ممثل العمال في مصر بسحنته عشان يقول لك البطالة في مصر قلت ومصر بتشهد نجاح حالة نجاح فضيعة تدرك؟ طيب إيه علاقة ده بالأغنية بقى؟ إيه علاقة ده باللي أنا قلته؟ طب بأمرت إيه ساعتك؟ ساعتك بأمرت إيه بقى؟ إن المصانع الحقيقة زي الفل وإن مفيش بطالة أو قلت بأمرت المصانع اللي بتقفل بسبب أزمة الدولار زي ما قالت بقى هوبا البي بي سي البي بي سي خرجت عمل التحقيق الصحفي ده؟ أزمة الدولار في مصر؟ لماذا يهدد نقص العملة الأجنبية بإغلاق المصانع أو بعض المصانع؟ البي بي سي راحت عاملة إيه؟ ليش نعدل نفسنا كده؟ عاملة تحقيق صحفي مع الراجل ده؟ الراجل ده عنده زي ورشة أو مصنع أحزية؟ ورثه عن جده عن أبوه وكان عنده عمال وكان بيعمل النعل ويعمل الجزمة أنا شفت التحقيق كله الحقيقة التحقيق رائع جدا البي بي سي أصلها معروفة يعني بص تريد مارك فقال لك أنا كنت بشتغل كذا ودلوقتي خلاص يعني معادش عندي الطاقة دي يعني معادش عندنا الشغل تسرح جزء من العمال وقلل الإنتاج والدنيا بايزة معاه طيب يقفل قال لك ما قدرش يقفل لأنه أنا دي حاجة ورثها من أبوية هنا بقى نستدعي كلمات صالح جودة ولحنا عبدالوهاب قول يا زمان وججينا قول يا تاريخ وججينا وترنم بالبطلات كل الدنيا علينا إحنا والمجد إخوات إيه بقى هنا بقى لما البي بي سي فضحتهم صلتوا عليها الشرشيح عشان يهاجمها ويقولوا البي بي سي تروج الأكاذيب الشبكة البريطانية تسيس الأزمة العالمية لهدم الاقتصاد المسرعي دخلنا بقى في إيه كل الدنيا علينا إحنا والمجد إخوات دخلنا في إيه إن العالم كله بيعدينا والناس كلها قاعدة بصل مصر بقى عايزة تنهاشها شغل من الخمسينات طيب ما الكلام ده قالوا هاني توفيه الخبير الاقتصادي وقالوا على قنواتكم وهوفكرك بيه أو آخر حاجة أنت عايز تشوفها واحد عامل ما عندوش ظهره للحيط وما عندوش شغل ومش لاقي يأكل ولاده وعيده ده مشروعكم بلا موقود مع المصانع اللي وقفت في الفترة الأخرينية مع قيود بتاعت الاستيراد حتى قطع الغير دلوقتي والمكان مش معتبر مستلزمات تنتاج وبالتالي مستبعد طيب أقولك في عشرات مئات المصانع مش عشرات مئات المصانع قفلت أو تبطلت أو قدت أجهزات للعمال فالوضع بقى يعني إلى حد كبير تمانين في المئة من المصانع من المصانع اللي قفلت تمانين في المئة من حجم الانتاج اللي كان بيعمله الرجل الصحي بمحل الأحزية راح عارف يعني إيه تمانين في المئة؟ يعني عمالة مشت عارف يعني إيه عمالة مشت يعني فيه صنيعية خده بعضهم وخلاص يعني في البيت دلوقتي قاعد جنب امراته وطبعا نتيجة الأزمة الاقتصادية بيحصل حالات عصبية بيحصل حالات طلاء وبيحصل بقى حاجة في المجتمع قذرة جدا أن الناس يبص البعضها وكل واحد يبص على جانبه يعني مثلا واحد يشوفك كده رجع بفاكهة يقولك ده عم داخل بالفاكهة خارج بالفاكهة واحد يشوف جالك عقد عمل مثلا في الكويت ولا حاجة يقولك عم دي احنا زيهم يا عم ده ربنا فتح عليه وجاله عقد في الكويت هو ما يعرفش ان التاني هيشرب المرة في الكويت يعني مش خصته او في السؤال مش قضية بسؤال قضية ان المجتمع يبطيدي بوصل بعضه بقى قادي بوصل اهو من واحد صاحب الاحزياء بمحال نفس صاحب الاحزياء بيقولك اهو احنا بنشتغل باقل كمية انتاجية ممكن نفتح بيها المصنع عشان مفيش مكسب ولازم نفضل في السوق المشكلة ان الخامات السعرها ارتفع وبقى فيه ندرة فكرت كتير اقفل المصنع وحط الفلوس في البنك ويكون اكسب لي ولكن في رقابتي ناس ناس كتير ما اقدرش هستغنع عنهم حتى لو البنك هيكسبني اكتر محمد زلط يا راجل هو ده بتاعوا يا حزيز زلط لا اصد زلط دي مركة يعني انا البست منها كتير وكانت مشهورة معقولة ده لو علاقة بزلط محل زلط ده لحزيها يعني زلط دي في التمانينات والتسعينات كان اسم زي جباس كده والحاجات دي يعني فمحل زلط خلاص